موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجهز الثالثة من قناة مرابطون أهلا بكم بدأ الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز زيارة لولاية العصابة بدأها من مقاطعة كيفا عاصمة الولاية وقد أعطى الرئيس طلع على انطلاقة أشغال طريق كيفا بومديت كما زار مدرسة المعارف والمستشفى الجديد بالولاية وأشرف على توزيع بعض المعدات الرياضية هذا وتستمر زيارة أربعة أيام وينتظر أن تشمل مختلف مقاطعات الولاية قال الرئيس الدوري لكتلة أحزاب المعاهدة من أجل التنوب السلمي رئيس عزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود البلخير إن له مآخذ على الوثيقة التي تقدم بها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى النظام وقال إنها تحاول إقصائه من الحوار المرتقب بين المعارضة والنظام في موريتانيا وأضاف البلخير خلال مهرجان سياسي بمقاطعة الرياض إنه تلقى تصالا هاتفيا من الأمين العام للرئاسة الموريتانية ملايو المحمد الأغضاف أطلعه فيه على مجريات لقائه بوفد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مؤشرا إلى أنه سيلتقي به بعد عودته من زيارة الرئيس لولاية العصابة انتقد الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية ديدي والسالك ما سماه الفساد الإداري في موريتانيا مضيفا أنه أسهم في هجرة العديد من الأدمغة إلى البلدان الأخرى ما جعل البلد عيش ندرة في هذا المجال وقال أولي سارك في ندوة سياسية نظمتها المنظمة الوطنية لشباب حزب تكتل القوى الديمقراطية من الفساد في ظل النظام الحالي أضحى يطال ثروات وممتلكات الدولة الموريتانية وهو ما لم يحصل خلال الأنظمة السابقة قال عضو اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد الأفضل لأن اعتماد الدولة الموريتانية في معظم صفقاتها على أسلوب التراضي أسهم في غياب المنافسة وتبذير الموارد وانتقد واللفظل خلال حديثه في ندوة سياسية لحزب تكتل القوى الديمقراطية ما سماه تفويت الفرص على البلد على المستوى الدولي خلال العقد الأخير نظم عدد من شباب مقاطعة تركيز بنوكشوت مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام ببنى الجمعية الوطنية وانتهت باحتجاج أمام عدد من الوزارات للمطالبة بتوفير خدمات الماء والكهرباء والصحة والتعليم وطالب المحتجون الرئيس الموريتاني محمد العد العزيز بالاهتمام بالولاية وتوفير مطالب ساكنتها أمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من نشراتي وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة الرابعة موجز إخباري جديد إلى اللقاء